اهلا بكم وابراج هذا اليوم السبت الموافق الثامن من تموز يوليو 2023 طبعا الآن القمر في برج الحوت بدرجة 23 انتهى تأثيره لصالح برج الحوت واصبح تأثيره لصالح برج الحمل اذا احنا في هذه النقطة ايضا من الريخ بدأ يفقد تأثيره لصالح برج العذراء لانه بدرجة 28 في برج الاسد وكذلك خلال يومين القادمين راح يفقد ايضا تفقد الزهرة تأثيرها لصالح برج الاسد وتبقى تأثيرها لصالح برج العذراء وبالتالي هذه لازم ننتبه لها انه احنا في نهاية ربما ايضا تفكك للزوايا التكوينية خليني نروح لخليني نروح لخارطة الفلكية اللي مولود هذا اليوم يحمل الارقام 8-24 حقيقة هذه الخارطة صعبة ليش؟ لانه ثلاث ارقام تمثل ثلاث متلازمات ثمانية واثنين متلازمة حادة ما تنطين ربما اريحية ثمانية واربعة متلازمة التقاطع العاطفي وايضا تطين جدية اكثر من النحتاجة وايضا متلازمة التناقض الثاني واربعة فبالتالي هذا المولود متعب يحتاج الى مزيد من العناية نروح لتوقعات الابراج لهذا اليوم طبعا الان الحمل يشعر بطاقة جيدة لكن ليست هي الطاقة المثالية ليش؟ لانه عندنا زوايا دا تشكل وقريبا ربما نحس ان هناك ضغوط مصلط علينا فبالتالي لازم تنتبه لهذه النقطة الثور اليوم ايضا تبدو انت بحالة جيدة لكن مربكة ليش؟ لانه الزوايا ليست واضحة اي انه زوايا مطاطية وبالتالي ممكن نشعر كل ساعتين احنا بمزاج معين لكن اليوم راح نشعر بنوع من التعب والخمول تحديدا الجوزاء وضع جيد وايجابي هذا اليوم ولدينا فرصة لكسب المال علاقاتنا ممكن ان تنزر هذا اليوم ممكن ان نتواصل مع محبين وايضا لدينا فرصة في اجراء نوع من التعديل البسيط السلطان وضع جيد لا نزال بحالة جيدة ولدينا فرصة للانتقال الى وضع جديد او ربما نحاول ان نغير في نظام معين بسيط او ربما ننتقل الى النوع اخر في العمل الاسد هذا اليوم نبدو ايضا بحالة جيدة ليست سيئة لكن يبدو انه معدل الطاقة بنخفاض نتيجة الضغوط اللي ربما يعني نشعر بها بعد انه لدينا ربما في المرحلة القادمة مصرفات مالية لذلك علينا ان ننتبه العذراء وضع يبدو جيدا ورح نبدأ ان نتحسس نيج نتحسس لانه رح تبدو الزوايا تضغطنا لكن علينا ان نستعد لا نهتم بهذه الامور وان نأخذ الامور دائما بهدوء تام الميزان وضع يبدو مربك هذا اليوم وليس بالمريح حذاري من المواجهة حذاري ربما من عمال اضافية عمال زايدة نوعية طعام ننتبه حتى لا نتعرض الى ضغوط مضاعفة العقرب نبدو في حالة شد نفسي وربما لسنا بكامل طاقتنا هذه نقطة لازم ننتبه له ونرعيها باستمرار تحديدا القوس احنا اليوم نبدو بحالة جيدة بحالة ايجابية لكن لا نزال نخضع لمصرفات مالية وربما ايضا لدينا فرصة لمقابل الجهة العليا الجدي اليوم نشعر بنوع من الضغوط الحادة يعني مزاجنا سيء ربما ليست ادينا الرغبة في اتمام عمالنا عصبي المزاج ثائرين ربما في وجه الاخرين هذه النقاط لازم ننتبه له ونبتعدها لنا تحديدا وايضا هناك مصرفات مالية الدلو وضع يبدو افضل نسبيا رغم الضغوط الصحي رغم الضغوط النفسي الضغوط في العمل تراكم العمل حولنا قد لا نستطيع الانجاز ربما وقتنا يضيق لذلك علينا ان ننتبه اخيرا اصحاب برج الحوت اليوم ممكن هناك مصرفات مالية تطرأ وهناك ايضا ربما نحصل على بعض المال كلما تقدمنا ربما يعني بنهاية هذا اليوم نشعر من نوع من التغييرات الروتينية نحذر خلال المرحلة القادمة في الجانب العاطفي اكيد الله اعلم بذلك مشاهدينا عودة للزملاء لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة